السلام عليكم مرحبا مرة ثانية انا وفاة عمر الامام مدرب معتمد ومتخصص في تدريب فن الكروشي الهدايا بتكون جميلة جدا لما تعملها بيدك تكون معمولة بحب زي ما قال فنان العظيم سيد خليفة رسل لي هدية لطيفة خلت قلبي حنوي ميل حريرة بيد مشغول ويقطيفة حريرة بيد مشغول ويقطيفة صورة قلبي وسهمي نحيل انت جميل وجعبك لي ملاك وجميل يا منديل هدية من ايدك مقبولة معناها اني على بالك ونعيد الايام الاولى نعيد الايام الاولى تأمل حسنك وجمالك انت جميل وجعبك لي ملاك وجميل يا منديل يا منديل مرحب بكم معنا في منصة كرافت ستور مبارح اخدنا في الورشة الفاتت اخدنا حاجة بسيطة عن غرزة اساسية اللي هي غرزة السلسلة الليلة حناخد غرزة جميلة وبسيطة جدا وطريقة بسيطة حنعمل منها حاجة جميلة واكسسوار جميل ممكن تهديه لصحبتك لأختك لأمك دايما الهدية المعمونة باليد بتكون اجمل واحلى لانه بتكون من القلب للقلب تابعوني وحنشوف الغرزة الجديدة شنا زي ما عرفنا انا هاخد يعني هشتغل بطريقة نظرية اول حاجة ومبارح نبهتوني انه الخط ما واضح فهشتغل باقلامشين هناخد الليلة غرزة الحشو działa الحشو كنا نختار صفحة القادمة غرزت الحشو غرزت الحشو في البترون العادي اول حاجة بيقول لك السطر الاول كذا غرزة السلسلة قلنا السلسلة دايما بتكون هي البداية لازم نبدأ بغرزة السلسلة عشان نبني عليه لازم اي حاجة بيكون لها اساس بيقول لك بالبترون انه عايزين مثلا عشرة غرز دايما شغال عايزين عشرة عشرة غرزت سلسلة دا في السطر الاول بكتب لك طوالي بعديها في السطر الثاني عايزين هنطلع به واحد ارتفاع غرزة سلسلة ونعمل مثلا زي ما قالينا فوق هنا عشرة غرزة حشو دا بكتب كده بيكون في البترون العربي اول يعني بدون اللوبة طريقة شنو انشا رمز غرزة السلسلة سوري انا معالجة في السلسلة يا جماعة رمز غرزة الحشو في البترونات في البترونات الرسمة البياني بتكون يا بلس او في يعني حتلقاهم في دا وفي دا الاثنين الاشكال دي معناها رمز غرزة الحشو لو لقيتها في البترون كده او كده الاثنين واحد تماما دا بالنسبة ليه غرزة الحشو دي الطريقة النظرية لو لقيتها في بترون يا انشا او لقيتها في بترون رسمي بياني هنقوم نشتغل بطريقة عملية طوالي مرحب بكل الجونا وكل المعانا ان شاء الله تستفيدوا من الورشة بتاعت الليلة والورشة الجاية والورشة الفاتت كلها ومنشكر مرة تانية منصة كرافت ستور لانها اتحت لي انه الفرصة دي انه الاقيكم كلكم وبشكركم كلكم واحد واحد هناخد زي ما قلت لكم غرزة البداية دايما هي الاساس غرزة البداية زي ما قلنا الخطاف لازم يكون على وشنة منشيل الخيط بيضهر الابرة وبنسحب بالخطاف كده بتكون دي غرزة البداية هنعمل عشرة غرز سلسلة هتكون دي الاساس بتاعت البترون بتاعنا نكرر غرزة دي السلسلة كيف بنشيل الخيط بيضهر الابرة وبنسحب وكده بتكون اول غرزة سلسلة نركز يا جماعة انه لازم نحسب لازم نعيد يعني عشان نعرف انه ان احنا هنعمل كم غرزة لقدامه كويس عشان ما نتخبط يكون لنا مفرور او مجدود او حيه زي دي والتاني ملاحظة تاني انه لازم تده مساحة للابرة ما تكون ضيقة شديد وما تكون وازعة شديد نشيل الخيط بيضهر الابرة ونسحب زي ما ظاهر واحد ادنين نعملهم عشرة تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة تمانية تزعة عشرة دي غرزة السلسلة لازم دي بتكون دايما الاساس نبدأ في الغرزة الجديدة وهي غرزة الحشو هنطلع ارتفاع سلسلة تابع معي دي الغرزة الجديدة هنفض غرزة الارتفاع دي وندخل في اول غرزة سلسلة اول عشرة لو حسبناها من هناك في الحلقة الفوق لو ملاحظين الحلقة الفوق او اه انا حبوبتين منعونتين لك بتقول الشلوف الفوق ربا نديها العافية ان شاء الله طيب بنخش في الحلقة الفوق بنسحب الخيط بيضهر الابرة ونسحب كده بكون عندنا شنو حلقتين بنشيل الخيط بيضهر الابرة وبنسحب بالخطاف وكده بتكون اول غرزة حشو هندخل في الغرزة البعديها نشيل الخيط بيضهر الابرة ونسحب بالخطاف كده بيجو عندنا شنو حلقتين بنشيل الخيط بيضهر الابرة ونسحب بالخطاف شايفين شكلها كيف ندخل الابرة ندخل الابرة في العين الفوق للسلسلة نشيل الخيط بيضهر الابرة ونسحب ونسحب بدي عندنا حلقتين نشيل الخيط بيضهر الابرة ونطلع غرزة الحشو بنعمل منها اغلب الناس بعملوها في فن الدمى لسرعة الدمى شغله بكون حلو شديد وسموه غرزة الحشو لانه ضيقة كده في بعض فن الدمى اسمه فن الاميجرومي فن جميل جدا وحلو شديد وفي كروفت ستور في كمية من الشباب الشابات الجميلات عملوا دومة جميلة جدا بالكروشي ولو لاحظتوا ممكن تخشوا على الصفحة وتشوفوا كل الفنون الجميلة دي بندخل في العين الفوق بنشيل الخيط بيضهر الابرة بنسحب بنسحب بيقى عندي حلقتين بنشيل الخيط تانى بيضهر الابرة وبنسحب بالخطاف دي كده بغرزة الحشو من الحلوات الجميلة تانى في غرزة الحشو وبعد ذلك بعملوا منا اكسسوارات جيدة وحاجات جميلة جدا جدا الدومة زي ما قلت لكم الاكسسوارات الشنط برده بطريقة جيدة بشتغله دايما في في السلال والسباة بخط الكلم او خطة تيشيرت برضو بشغله بطريقة جميلة جدا جدا وعندها غرص كتيرة شديد يعني ديه الغرصة الاساسية بس تاني عندها اشكال تانية ممكن نعرفها لها قدام بإذن الله تعالى اميس سألتوني انه بتجيب الادوات من وين الادوات انا تمام من ناس امدرمان فدايما بقشس امدرمان بجيب الادوات منها اغلب الحاجات عندها فيس امدرمان الكلف وبرضو بنلقى الخيوط الجميلة برضو في شاب الخرطوم وناس كرافت ستور عندهم شراكة مع كرافت هوم بجيبوا الادوات بتاعت الاكسسوارات وبتاعت الكروشي والحياة دي جميلة دي كلها موقعهم في موقعهم في الخرطوم ثلاثة جنوب حديقة الغرشي مرحب بيهم وليهم التحية من هنا مرحب بالناس الجميلة بس اسببه مضوح نورتها ده انحنا اسببه ننفس في اي بترون انا بوريكم في شغل العملي لغرز الحشو بتكون كيف طريقتها يعني شايفين شكلها حرف V هنا شوفها من الخلف كيف حجوب على كل الاسئلة دي ان شاء الله في اخر اللايب بيزي الله تعالى بوجه التحية لمركز الهدى التدريب وبشكر كوتش هدى جعفر على كل الحاجات والحياة الجميلة اللي بتقدمها لينا وبشكرها لانه هي اول من اوائل الناس اللي شجعتني انه انا اكون مدرب شكرا لها من هنا ولكل المدربين ولكل الناس اللي بدوا الحاجات اللي اتعلموها لغيرهم وزي ما قلت لكم انه الحاجة المعمولة باليد دايما بتكون حلوة لانها بتجد بتكون من القلب للقلب اه انحنا في كرافت ستور بنندي الحاجة للعميل برضو من القلب للقلب التحية لكل العمل معانا والتحية لكل المتدربين اللي عندنا وان شاء الله تستفيدوا من الحاجة البلدية لكم دي ومرحب بكم وان شاء الله بعد ما ربنا يزيح مننا البلاء ده حنشتغل بطريقة مباشرة وبطريقة جميلة وان شاء الله يا رب كلكم تستفيدوا كده انا تقريبا انتهيت من 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 البترون العملي بس عايزة انبه لي حاجة عشان عشان يكون البترون قايم يعني طويل لفوق يعني ما يكون مكاوج او حاجة زي دي لازم ناخد غرزة ارتفاع ونقلب الشغل وبعدانك ندخل في اول غرزة وما تنسوا يا جماعة العدد يعني انا كان عدد هنا حلقاهم عشرة زي ما عملت في غرزة السلسلة القبال اكتهت هاعد لكم التكنيك بتاعها تاني بندخل الابرة في العين بنشيل الخيط بيه ضهر الابرة وبنسحب بيه الخطاف كده بكون عندنا حلقتين بنسحب خيط تاني ونطلعوا من الحلقتين وكده غرزة الحشو طيب انا حابة ادي اعمل الاكسسوار زريف وجميل الادوات اللي انا هستخدمها للاكسسوار ده اللي هو الجنزير ده في ناس باستخدموه لحزام لحاجة زي دي لأحزمة للاكسسوارات لعقود وانا هستخدمها للخيط مع الاكسسوارات الجميلة هستخدم خيط وللاسف انا ما عارف اسم شنو انا لقيته صدفة وياريت الناس اللي شغالين في المتيريال بتاع الكرافت انه يجيبون لانه بتجد انا فتشت تاني ما لقيته فانا شايل عينته فعليا في عيه حتة انا يعني بسأل منه فما لقيت انه عيه الخيط ده لو في زول عارف ممكن يورينا تمام اا هابده اعمل تدع اللي علي يكون عيه تخناق مثلا هنحسب واحد نين ثلاثة اربعة دي نب Также تكون خلفية القدام في الواجهه هنحسب ازي 11 واحدة واحد نين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تزعة عشرة تمام والجزء الاخير اربعة واحدات برضو واحد ادنين ثلاثة اربعة هنطلع كيف هنشبك الخيوط والكروشيء بالسلسلة دي هنشتغل بغرزة الحشو نحسب واحد ادنين ثلاثة اربعة واحد ادنين ثلاثة اربعة هنشتغل نعم 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 العدد مهم في انه كل الحياة كل الغرس تكون متساوية ما انه واحدة تكون يعني كثير فيها واحدة تكون حبة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية واحدة اثنين اثنين ثمانية ثلاثة ستة أربعة خمسة ستة 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 اكبراتنا ستعلم ستوضح ستعلم ستزاعد كثير من الناس يقول لي انت دخلت كورسات للكروشي ولا لا من العلمك انا اتعلمت الكوروشي من عمري 6 سنين علمتني لو حبوبتي اللي اديها العافية يعني كان اخر عهد بيو كان سنة 5 مع مادة ملبسنا بعد ذلك خليتو تاني رجعت ليهو في تانية سانوي في تانية جامعة انا دارس محاسبة تمويل رجعت ليهو وبدال هواية بيقى لي مهنة انتقلت كان اول مركز انا دربته فيه مركز الهدى للتدريب ليهو متحية وواصلت اخدت التوت وكان مشروع التخرج عن الكوروشي هو ذاته وان شاء الله اصل لكل الناس وكل ذو اللي حابه انه يعني اشتغل حرفة يدوية انه ما يتوقف لازم يبحث عن جواه وشنه 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 الحاجة الحلوة انه يطلع بطريقة ملموسة بطريقة جميلة عشان يديها للمعاهو او يحتفظ بالي نفسه المهم انه يبدع لو زعلان يطلع الزعل في الهاند ميد وزعل حيكون بطريقة حلوة شديد وانا فعليان انا مجرب الحاجة دياني ترى العجد ليس كاف واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة 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 ثم 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 شكلها جميل بيقوا بغرزة بسيطة شديد يعني ما مدعبة ولا عايزة أدوات كثيرة ولا عايزة حاجات كثيرة شديد بننتقل للسلسلة الثانية ورزة الحشو نعيد مرة تانية بندخل بجوه هنا بنشيل الخيط تبدأ عندنا حلقتين بنسحب الخيط بدهر الابرة وبنسحب بالخطاف وبنطلعه كده بجي عندنا ورزة حشو نشاء الله القصات كويس عندكم الزمن قريب يخلص ده العقيت اللي أنا شغالة فيه وحوريكم واحد أنا اشتغلته قبل ده بنفس الخيط بس بألوان مختلفة حيطلع كده في النهاية بغرزة الحشو ما ننسى انه نعمل القفل بتاع الاكسسوار هنحتاج لزرط هنحتاج لغفل هنحتاج لزرط هنحتاج لغفل وحوريك ثلاثة في واحد هنحتاج لغفل أجل تقطع تقفل من هنا وتضغط و تلف المسامير اعتقد انه اسمه مبهو 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 مره اضغط للمسامير موسيقى موسيقى هذا العقد ونهاية الورشة الليلة شكرا لحضوركم ولو احتقتوا لأي حاجة ممكن ترسلوني على الصفحة أو ترسلوني شكرا لحضورك شكرا لبابا عمر لكل اللي بعملوا لنا شكرا لحضوركم وان شاء الله تكونوا تستفدتوا من الورشة بتاعت الليلة وزي ما بقولوا لو حيين بنتلاجع مع السلامة وفرصة سعيدة شكرا للمشاهدة